كثرت الرهان مع أي دور اتعرض عليكي؟ حتى لو ما كانش الدور ناجح بالطريقة اللي أنا عايزها بس أنا كسبت إن عملت تجربة مفيش حاجة خسارة مفيش حاجة بتبقى وحشة مية في المية ممكن تبقي ما حسبتهاش مظبوط ممكن في فترة بتبقي أنت بتجربي أنت لسه بتشوفي هنا وبتشوفي هنا بتختبري لسه أنت بالنسبة لك كمان المخرجين مش عق يعني أنت بتجربي نفسك بعدين بتعرفي أنا برتاح هنا أكتر بحس هنا أحسن فهما ده بيجي معا على الوقت فأنا بقول أي تجربة لأي حد مفيش حد بيفشل في حد بيتعلم وطبيعي في السينما أصلاً أو في التمثيل عموماً أي ممثل عالمي مش هتفتكري كل الأدوار اللي عملها حتى تختاري خمسة ستة سبع أي حد كده في العالم ده طبيعي فعلى بال ما ييجي الحاجات اللي بتبقى علامات في تاريخك هيبقى حاجات عادية أحسن شوية أقل شوية ده طبيعي أستاذ عادل إمام هذا الفنان ما حصلش زيه في العالم كله يعني بجد الاستمرارية الطويلة الزكاء مع الموهبة مش ممكن حتى كل واحد بيفتكر حاجات عادل إمام اللي بيحبها ما بتقليش تفتكريها كلها رغم أن كلها نكحة بس على طول بتفتكري كواعد بيفتكري الحاجات اللي هو بيحبها لعادل إمام مشاهد ما شافش حاجة مدرسة المشاغبين تيور الظلام مشاهد نيس تفتكري أفلام تانية بزي ما انت اللي بتقوليه صح جداً طيب النهاردة لو أنا بقول نور إيه اللي بيجي في مخك على طول عصد دي حاجة حلوة قوي أنا مقدرش تقول دي لعبة يعني أنا عارفة بس مش عايزة أقول عايزة الناس اللي تقول يعني يعني أنا عايزة الناس هي اللي تقول لأنه كل حد بجد أنا باستغرب ساعة أن الناس بساعة حابة فيلم أنا ما كنتش حباقوي إيه ده هو بجد عجبهم بجد أنا بالنسبالي فيه أربع خمس سبع أفلام هم بالنسبالي أحسن من البقيين مثلاً لأ تلاقي ناس عجبهم حاجات فأنا مش عايزة أقول خلي الناس اللي تحبه بس ده اللي أنت قلتيه صح جداً يعني أي فلأ قلتي سعاد حسني هتفتكري تلات أربع أفلام هم بيبقوا هم المسيطارين آه ده طبيعي يسرى نفس الحكاية مش عارفة دايماً بيبقى كده ده حقيقي فالنهاردة ده حلعة باللعبة دي على السوشال ميديا مع الناس أو لما قول نور الأفلام أي حد بيسمعنا دلوقتي ويبعث لي على السوشال ميديا أو لما قول نور إيه الأعمال اللي هي قدمتها اللي بتيجي على مخك على طول أو مخك على طول عشان نفها برجو عشان نفها ده يساعد أنا ممكن الناس اللي بقيت يتقول إياه أستغرب يعني أنا في حاجات كنت باستغرب يعني أنا كنت بموت فيك بزرف طارق بزرف طارق ده يتجن ومطبسناي كمان مع أحمد حلمي فيه لأ فيه بجد الحمد لله إن حظي كان حلو إن فترة السينما لما كان فيه لسه فيه سينما مضبوطة أو كتير قبل ما ندخل ناتفلكس سوشيل ميديا المنصات الرقمية دي كان لسه فيه الأودة المنظلمة لكنا بنتكلم علينا وإنتي بتروحي بتشوف الفيلم طبعا موجود دلوقتي بس بنسبة أقل بكتير لأ وبعدين الحلو إن أنت بدأت سينما وكملت سينما ويمكن زي ما قلت برضو في المقدمة هي اشتغلت مع معظم نجوم الشباب اللي كانوا نجوم شباك ومكسرين الدنيا وبيعملوا أفلام وسينما جديدة سينما حديثة إحنا حبناها من خلالهم يعني جيل أنا الجيل دا صيب أحبه قوي لأن الجيل دا هو اللي فعلا نقل السينما من مرحلة لمرحلة زي ما النهار دا فيه أجيال تانية بتنقل برضو السينما من مرحلة لمرحلة فإنتوا كنتوا مرحلة يعني مرحلة حلوة قوي ومين اللي كان نفسك تمثلي قدامه منهم من الشباب دول كلهم ما حصل لكيش الحظ فترة كريمة عبدالعزيز مثلا أنا عملت مع إعلان بس ما اشتغلتش معها السينما فنفسي أشتغل كنت مع كريمة يعني ولست الفرصة متاحة طبعا في ناس مين ما اشتغلتش معها كمان لو بتكلم عن الفترة دي الزمانية محددة المجموعة دول يعني يمكن هو كريم الوحيد كريم تخيالي يعني السقة طبعا اشتغلت أحمد اشتغلت أحمد حلمي أحمد حلمي يعني يمكن كريم هو ما اشتغلنش مع بعض عجبني قوي ان انت لخصتي الموضوع بالطريقة دي مين المخرجين اللي عملوا نقلة في مشوار نور بمنتهى الصراحة اللي غيروا جلدك او اللي هم فعلا شافوا فيكي حاجة حاجة تانية اولهم صندرا نشط اولهم وحشتينا يا صندرا وحشتينا وحشتينا وعايزكي تيجي تعملي حاجة مع نور مختلفة زي ما كنت كل مرة بتطلعيها لنا بطريقة مختلفة اولهم صندرا عملت معها فيلمين ملاكي اسكندرية والرهينة طبعا دور دورين يعني انا بعتز وبفتخر فيهم جدا وحاجة تانية وسينما حالجوة عارفة فصندرا كانت في السينما هي عملالي عملتلي النقلة وفي الدراما لو دلوقتي بقول دراما كل مخرج بيضيف لي حاجة بس اظن كمان من المخرجين اللي اشتغلت معهم عملوني يعني غيرولي من جلدي ممكن اذكر اتنين محمد سامي ومحمد سلامة ده حقيقي هم الاتنين جمدين جدا 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 لأن محمد سلامة شاطر جدا ومش ممكن ابدا انسى دورك في مسلسل البرينس مع محمد سامي محمد سامي في المسلسل ده كنت رهيبة وممكن كنا برضو لسه بنتكلم جوه اما تعرض عليك لو قفت عند مسلسل البرينس تحديدا او لما تعرض عليك وافقتي على طول ما خفتيش لا ما خفتش ما خفتش خالص بالعجس كنت مطسوطة جدا عايز اقولك ريسك تيك ريت يا نور اه عايز حاجات تختلف ده دور مختلف خالص اه يلا فهمها وعارفة لما بتحس كمان انك مع انتاج مظبوط مع مخرج انت عارفة هيطلع منك حاجات فبتبقي متحمسة طب ليه تخافي بالعجس ساعات الخوف بيبقى مفيد هيخليني ايه انا اخور اكتر انا الدماغ دي ما بتسكتش ما بتسكتش عايزة سكتها ما عرفش الناس ازاي بتقدر تسكت دماغها بجد دي نعمة اللي بيعرف يسكت هنا الصراصير اللي بتجري دي صح يبقى ربنا مدين نعمة دي صح فأنا ببتدي ااكل 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 بنفسه لغاية ما طلعها لازم اطلعها فده البرنس كان من الحاجات الحلوة محمد سلامة اشتغلت معه رجعيني هوا رجعيني هوا ورحيم 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 كمان دول مسلسلين كانوا يعني طحفة برضو مع محمد سلامة ففي مخرجين كده بترتاحي كمان وانت بتشتغلي معاهم بيبقى في كده كامستري كمان بينك وبينهم ما عرفش ازاي محمد سلامة شفتي ازاي اول حاجة قالها لك اول مرة هو مخرج بيحب الممثل جدا ومخرج باله طويل لغاية ما يوصل اللي هو عايزه وهادي ومحترم وعينه حلو انا بشوفهم احسن المخرجين الموجودين عايز اعرف اعدادكم مع بعض والتحضير كان بيقولك ايه محمد سلامة حسب لما كنت بعمل رحيم ولما دلوقتي كنت بعمل رجعيني هوا نتكلم خلاص عارفة فهمين يعني عارفة اللغة اللي ما يقول جملة انا فهمت وعايز ايه حتى في مسلسل رجعيني هوا هو عايز يعمل كاركتر دكتورة ماجي او مجيدة عايز يعملها شوية مش كاميدي بس اه عارفة اللغة مش جد فانا كنت شايقة لانا الاول بس ده شعراية وهو قال لي قال لي لانا عملته ده شعراية لو فلتت مني كان ممكن تقوله يبوز انا فهمة ده ومرعوبة وبتخافي ما الكاميدي مش سهل يا جماعة انك تداحكة او تكوني خفيفة او دمك خفيف عشان ما نقولش كاميدي ده اصعب حاجة اوكي ممكن في الثانية تقوله او دمك تقيل جدا اه اه تستزرف دي خصوصا مع الشعب المصري اللي هو صاحب نقطة ودمه خفيف ما تقدرش تهزري معاهم فبيقولي حاجة في الاداء قلت له بس يا سلامة قال لي لا زيادة قلت له انا حاسة نفسي اوبر قال لي لا مش اوبر طب انا خي قال لي ما تقلقيش فخلاص يعني اوكي ابتديت اعمل اللي هو عايزه مني في النس كده ارجع ايه اعمل خطوة الوراء يرجع لا يبقى هو الرجل هو بصي بعدين قلت خلاص يعني انا اي ترستهم فلازم اعمل اللي هو عايزه بالزبط اوكي بيبقى عندك وجهة نظر في حاجات بس والحمد الله طلع عنده حق الحمد الله او لما